على المؤسسة الصيدلية المركزية مخزن للأدوية بالمستشفى المدني الفرنسي اللي هو حاليا مستشفى شارنيكول أو الصيدلية المركزية للمستشفى ييتس بالمملكة التونسية وتم تنظيمها بموجب قرار وزاري سنة 1938 تحديدا نهار 27 جوان بتاريخ 31 ماي 1956 تم خصها بشخصية معنوية مستقلة وبالاستقلالية المالية كما تم تعويض اسمها بالصيدلية المركزية للمستشفى تونسية سنة 1958 مع تسمية المرحوم عبدالعزيز ممي كأول مدير تونسي الجنسية وأصبحت سبي موجب المرسوم المؤرخ في 16 جنف 1961 مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية تجارية تختص دون غيرها بتوريد المواد الصيدلانية المحددة بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة العمومية والوزير المكلف بالتجارة بالإضافة إلى نشاطها التجاري في مجال توريد المواد الصيدلانية وتوزيحها وكانت الصيدلية المركزية تونسية أول شريكة تصنيع للأدوية وتم أحداث مخابر التصنيع بالمنزه بداية من سنة 1965 بالاعتماد على صيد لجدد من الشباب حديثي التخرج وتخليت الصيدلية المركزية على الأنشطة التجارية بعد أحداث الشركة التونسية للصناعات الصيدلية سيفات سنة 1989 وبداية من 1 جنف 2006 تمت إضافة الاختصاص بتوريد التلقيح والأمصال وبواعف التجاوب ومشتقات الدم إلى مهام الصيدلية المركزية بعد أن كان يأمنها معهد باستور ومن المتؤامي في الموقع الرسمي للصيدلية المركزية بخلف تعريف المؤسسة وتاريخها ومهامها مشينا للخانة المخصة بأرقام المؤسسة لقينا إلي آخر الأرقام ترجع إلى سنة 2018 كذلك الخانة المخصة للمستجدات إلي من المفروض نلقاوا فيها كل مهو جديد آخر مستجد يرجع لسنة 2021 نذكركم اللي أحنا توا في سنة 2023 واللي ما عاد ما مازال على العام ويوفاء بهمي سيليش هيتناخذ ورقام 2018 رقمه عاملية الشركة كان 1349 مليون دينار مقارنة بـ 879 مليون دينار سنة 2011 هيتنعمل وطلع لتقرير وزارة المالية اللي يأكد أنه مبيعات الصيدلية المركزية من أدوية ومسلزمات طبية وأمصال سنة 2020 سجلت ارتفاع في الكميات المداولة بما قدره 41.9 مليون وحدة بيع وبنسبة 26.2% لتبلغ قيمته 202.1 مليون وحدة بيع مقابل 160.2 مليون وحدة بيع سنة 2019 أعوان الصيدلية المركزية التونسية بلغ 662 عون سنة 2020 وسجلت أعباء الأعوان انخفاض بـ 0.9 مليون دينار وبنسبة 3.4% سنة 2020 مقارنة بـ 2019 وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية للصيدلية المركزية انخفضت النتيجة الصافية لسنة 2020 بما قدره 23.7 مليون دينار وبنسبة 199.2% مقارنة ديمة بـ 2019 أما بخصوص الاستثمارات فقد بلغت الاستثمارات المنجزة من قبل الصيدلية المركزية 3.7 مليون دينار مع موفة سنة 2020 تتعلق أغلبها بتهيئة فضائت لخزن وتوزيع الأدوية وتدعيم الوسائل اللوجستية لنقل الأدوية هيت نحكي شوية طوى على المديونية مديونية الشركة تجاه الدولة بلغت سنة 2020 مقيمة 31 مليون دينار بارتفاع بـ 7 مليون دينار مقارنة بـ 2019 أما تجاه البنوك فقد بلغت المديونية سنة 2020 22.4 مليون دينار كما بلغت مديونية الصيدلية المركزية تجاه المزاودين 1594.4 مليون دينار سنة 2020 وذلك بسبب الصعوبات المالية للصيدلية المركزية نتيجة ضعف نسق استخلاص مستحقاتها لدى المستشفيات العمومية ولداء الصندوق الوطني للتأمين على المرض تصريحات رئيس النقابة التنسية لأصحاب الصيدلية الخاصة نوفي العميرة يأكد أن كمية الأدوية الموجودة لدى الصيدلية المركزية لتغطي حاجيات السوق الداخلية وأن ديون الصيدلية المركزية تجاه الصيدلية الخاصة بلغت 800 مليون دينار معاناة يومية للمواطنين في عملية البحث عن الأدوية اليوم قرابة 300 دواء مفقود في السوق الداخلية سنة 2022 قامت وزارة المالية باتخاذ إجراءات من شأنها تخفيف العبء على الصيدلية المركزية وهي التخفيذ في نسبة المعاليم الديوانية المسوجبة على الأدوية الموردة من 30 إلى 0% لكن الإجراء هذا ما عطاش أكله ولليوم نشوفه في أثار الصعوبات المالية للصيدلية المركزية في اليوم يمتعنا عين على المؤسسة